مرحبا بكم مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم المغربية شرف حكيم يكشف موعد انتقاله إلى نادي جديد بشكل صادم هجوم قوي من الجزائر داد المغربي فوزي لقجع كشف حقيقة عودة والد أزهر إلى الدوري المغربي والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما كما لا تنسوا مشاركتنا باسماء بلدانكم ومدنكم في تعليق لنتعرف على أكثر البلدان متابعة لقناتنا يخطط نادي باريسان جرمان للحفاظ على الظهر الأيمن للفريق أشرف حكيمي لفترة طويلة ووفقا لأليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي الذي أشار إلى أن اللاعب قد أسعد الكثيرين خلال وجوده سابقا في انتر ميلان ومع ذلك يعتقد كامانو أن هذا الفصل قد انتهى مما يشير إلى أن مستقبل اللاعب المغربي يبدو متصلا بشكل طويل الأمد بباريسان جرمان وهو ما أكدته تصريحاته وظهر التقارير تشير إلى احتمالية عودة حكيمي إلى انتر ميلان مؤخرا حيث قدم أداء مميزا مع الفريق الليطالي خلال أهدى أفضل فتراته المهنية وفي تصريحاته لقناة تيفي بلان الليطالي كشف كامانو عن مستقبل حكيمي وقال رغم أن حكيمي جالب السعادة للكثير في انتر إلا أنني أعتقد أن هذا الفصل قد انتهى بالفعل لا أملك أي معلومات عن المستقبل إذ يعمل باريسان جرمان على إمكانية استمراره مع الفريق لفترة طويلة هذا وانضم حكيمي لباريسان جرمان في صيف عام 2021 قادما من انتر ميلان الإيطالية في صفقة تجاوزت قيمتها 60 مليون يورو ويمتد عقده مع النادي الفرنسي حتى صيف عام 2026 وبحسب تصريحات وكيلها يبدو أن استمراره في حديقة الأمراء قد يمتد إلى فترة أطول مما كان متوقعا شن الأعلام الجزائري حملة منظمة وعنيفة دد فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذلك فور إعلان الكوفيدرالية الإفريقية لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهدية الإفريقية والتي ضمت عددا من الأسماء المشهورة بما في ذلك ياسينبو نحارس مرمى المنتخب المغربي ورياد محرز نجم المنتخب الجزائري وبسرعة كبيرة اتبع الإعلام الجزائري خطابا يظهر انزعاجا كبيرا نتجاه فوز لقجع معتبرا أن تأثيره في الأوساط الكروية المحلية والعالمية قد يعزز التسوية لصالح ياسينبو نو حارس مرمى المنتخب المغربي الذي وصل بمنتخبه إلى المركز الرابع على مستوى العالم كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم وفي السياق ذاته أعرب جمل بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن رأيه في هذا الشأن خلال تصريحات أثناء استعداد فريقه لمباراته المرتقبة ضد الصومال في طار الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم وقال رياد محرز يستحق الفوز بالجائزة إن ثلاثيته مع ماشاستر سيتي ليست بالأمر الهيئن وعلينا دعمه لا أعرف على أي أساس يتم اختيار الفائس ولكن بالنسبة لي الكرة الذهبية يجب أن تكون من نصيب رياد محرز الأطراف التونسية دخلت على الخط أيضا حيث صرح محمد سليتي اللاعب الدولي التونسي السابق صرح بأن ياسين بونو يظل حارسا متميزا وقد برز في كأس العالم لكنه أشار إلى عدم إمكانية مقارنة إنجازاته بما حققه لاعب مثل رياد محرز متمنيا أن يكون لفوز اللقجع أي تأثير في توجيه الجائزة وتوجه الإعلام الجزائري بخطابه العدائي أيضا إلى التعبير عن الحصرة لسمرار جدب المغرب لأبرز الفعاليات الكروية سواء على المستوى القاري أو العالمي مثل استضافة مدينة مراكش لحفل جوائز الكاف بعد استضافته في الرباط العام الماضي كشفت تقارير صحفية حقيقة عودة المغرب والد أزارو مهاجم عجمان الإماراتي إلى فريق الأهل المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في عام 2023 وكشفت مصادر مطلعة لموقع المغرب سبورت بأن الدولي المغربي السابق تلقى اتصالات من أندية الدار البيضاء الوداد والرجاء من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن اللاعب لا يفكر في العودة إلى الدوري المغربي للمحترفين هذا العام حتى نهاية الموسم الحالي وعقده مع نادي عجمان وأكد المصدر ذاته بأن اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإماراتي للمحترفين أو الرحيل مجددا صوب الأهلي المصري الذي يجري وراء التعاقد معها في الانتقالات الشتوية لتدعم التركيبية البشرية التي يتوفر عليها الفريق استعدادا لدور أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية ولعب أزارو بين صفوف فريق الأهلي خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020 وقدم مستويات متباينة وسجل العديد من الاهداف لكنه أهضر في المقابل عددا كبيرا من الفرص المحققة ليغادر بطال إفريقيا متوجد بالعديد من الألقاب وذكرت تقارير أعلمية أن وليد أزارو بات مسادفا من جانب إدارة الأهلي لبحث إمكانية استعادة جهوده مرة أخرى في ظل الأزمة الكبيرة التي أعاني منها الفريق على مستوى مركز المهاجم الصريحة هذا وفشل الفرنسي المخاضرم أنتوني مودست في ترك أي بصمة نجابية مع الأهلي منذ انضمامه إليها في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بورسيا دورتموند الألماني وهو نفس الحال بالنسبة للمصر سلح محسن العائد من إعارتنا مع سيراميكا كليو باترا يحضر الألماني كي جوندوغان متوسط ميدان برشلونة يحضر للرحيل عن النادي وذلك حسب ما فادت تقارير صحفية تركية رغم أن اللاعب وصل إلى البارسا في الصيف الماضي ويرتبط مع النادي بعقد حتى يونيو من عام 2025 مع خيار التجديد لموسم ثالث واستغلت التقارير التركية ما فعله جوندوغان عقب مباراة الكلاسيكو وإشعاله غرفة ملابس برشلونة بتصريحات غاضبة عن الفريق لتبدأ في وضعه في طريق جالة السرية التركية الصحفي التركي بورهان كانترزي أكد أن جوندوغان يتطلع للاندمام إلى جالة السرية في المتسقبل القريب علما بأن اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاما يرتبط بعقدنا مع البارسا تبلغ قيمة كسره 400 مليون يورو ووفقا للصحفي المذكور فإن جوندوغان أخبر وكيل أعماله أنه يريد تقمص ألوان جالة السرية في نهاية مشواره الكروية حيث كان يحلم منذ صغرها باللاعب للفريق التركي وأفادت أزابي أن جوندوغان المولود في ألمانيا من أب وأم تركيين على استعداد للتحدث مع برشلونة في هذا الصدد وذلك في إشارة لإمكانية خروجه من النادي بمجرد نهاية الموسم الجاري ترجمة نانسي قنقر